السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته امتابعينا الكرام في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هل اتكلم فيها اكيد النادي الهالي هنرد فيها ضد الكذيب والشائعات لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة نبدأ بها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب فالله ومصاله وسلم وزده وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفاعنا سيد الخلق يا جمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله 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 صفقة امام عشور للنادي الاهلي بعيدا عن المكاسب الفنية حالة الهيجان والحرقان اللي عملة تظهر كل شوية سواء كان لدى جماهير اندية منافسة او حتى لاعبين سابقين في النادي الاهلي يعني الهارب عصام الحضري الهارب عصام الحضري تحت شعار اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب واللي بيخاف ما يدربش نار عصام الحضري نزل صور ليه في الستوري الخاص بالانستجرام بتاعه وقالك مفيش مبادئ هو عصام الحضري مين عشان يتكلم عن مبادئ النادي الاهلي بعيدا عن الشخص انا هنا لا انتقد اخلاق او اخلاقيات او اشخاص انا انتقد سلوكيات عصام الحضري اللي باع الاهلي عشان الفلوس عصام الحضري اللي باع الاهلي وراح سيون السويسري في اصعب اصعب مراحل النادي الاهلي في فترة انت ما عندكش حارس بديل اللي عصام الحضري يواف على رجليه في فترة انت داخل على بطولات في فترة في فترة عصام الحضري بيبيع الاهلي وبيهرب ياريتو مثلا عقده انتهى وخلاص ده بيهرب وبيروح يشتك النادي الاهلي للفيفا عشان يفسق عقده مع النادي الاهلي وبيستغله وبيعمل محضر اسباك حالة وبيعمل عميله وبعد ما هرب عصام الحضري رجع بدموع التماسيح عشان يرجع النادي الاهلي ويساء على قدرة النادي الاهلي امة لا اله الا الله حتى وصل الامر الى زكريا عزمي زكريا عزمي اللي تواصل مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عشان يضغط على النادي الاهلي انهم يعفوا ويسمحوا ويسامحوا عصام الحضري ويرجع عصام الحضري يلعب للنادي الاهلي ولكن مبادئ الاهلي هنا ادخلت مبادئ الاهلي اللي الاخ عصام الحضري طالع يتريق وبيقول مفيش مبادئ ولولا مبادئ النادي الاهلي كان اللي زيك دخلوا النادي الاهلي تاني مبادئ الاهلي لا تطبق الا من ينتمي للنادي الاهلي مبادئ الاهلي تطبق على ابناء النادي الاهلي مبادئ النادي الاهلي هطبقها من مبارح على امام عشور لكن قبل كده مقدرش اطبق مبادئ الاهلي على لاعب اتربة في ظروف صعبة طيب هو ياسر ابراهيم ما كان بيقول على الاهلي بيكسب بالحكام صح أو لا؟ لكن لما جي الأهلي شاف الدنيا شاف إزاي الأهلي بيكسب بعرقه ومجهوده وكفاحه هاني العجيزي ربوه قالك إحنا بيربونا في النشئين في الزمالك على كره الأهلي على إن الأهلي ده نادي بيكسب كل حاجة بالعفية وبالكوسة وبالحكام والمجاملات لما جي النادي الأهلي قالك لا ده إحنا كنا فاهمين الدنيا غلط هل مبادئ النادي الأهلي طبقت على هاني العجيزي؟ لا ليه لا الآن يا هاني العجيزي ما كتنش لاعب في النادي الأهلي قول زي ما انت عايز تو outsiders planned to connect to the circles لكن لما تبقى ابن من ابناء النادي الأهلي او متربي جوه النادي الأهلي والاهم اللي عملك أنا مش هقول العصام الحضري انت كنت جاي بشبشب زنوبي مش هقولك كده لأن كلنا على باب الله لكن اللي عملك عصام هو الاغلي لكن انت عضيت الإيد اللي تمدتلك فالأهلي رفض يرجعك فما تجيش انت النهاردة تعيش في دور مش دورك او تاخد مكان مش مكانك لانت تعرف حاجة عن مبادئ الاهلي ولا انت طبقت حاجة على مبادئ الاهلي زي بالزبط الست امه البانا الست امه البانا تحت شعار العيبة تلهيك واللي فيها تجيبه فيك هناء امه البانا طلعت الا ادابها على محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وبتشبهه بالكلب روي العيبة ان طلعت من الاهل العيبة ما تبقاش عيبة ام البانا لما تقول على الخطيب وتشبهه في جملة بانه زي روي وان ازاي روي تعقد مع امام عشور انا مش هزعل ولا هدل كلامك اي اهتمام لان الناقص لما بيغلط كلامه ولا في الهواء كلامه ولا في الهواء عايز اقول سبحان الله ما بين خالد الغندور في قناة الزمالك وما بين خالد الغندور في راديو اون اف ام خالد الغندور مبارح ثلاث ساعات ثلاث ساعات هارية في الفاضي ثلاث ساعات تنطيط على الفاضي ثلاث ساعات حرق جزع الفاضي ولا اي تلاثين لازمة كلام كله تاخده وترميه في اقرب سلة خالد الغندور الغندور النهاردة عشان تعرفوا ان خالد الغندور لسانه مش ملكه خالد الغندور لا يتحدث من عقله بل يتحدث وفقا للورق اللي قدامه في قناة الزمالك يقول كلام يطلع في قناة اون في نفس الموضوع يقول كلام تاني خالص يطلع في راديو اون لان جماهير الزمالك مش هتسمعه على راديو اون فيقول كلام تالت خالص خالد الغندور قال ان امام عشور صفقة من العيار الثقيل للنادي الاهلي وان امام عشور لعيب مميز وبيلعب في منتخب مصر وعنده كل المقومات لللاعب الناجح مع النادي الاهلي لكن عليه بس ان هو يلتزم عشان يفيد ناديه الجديد يا ترى يا هل ترى خالد الغندور قال كده مبارح في قناة الزمالك قولا واحدا لا قولا واحدا لا لانه ماقدرش يقول كده هو لو طلع قال نص الكلام ده على قناة الزمالك المستشار ساعتها يقول له يلا يا ولد نعم هذر جاء تطب الامام عشور وللاهلي في قناة الزمالك فاضل من غير مطروض امشي خالد الغندور شمتان في اسوان قالك كان عنده حق فريرا لما قال لي ايمن الرمادي يارد تلعب كده قدام باقي الاندية وانا بعيدا عن اسوان وشماتة خالد الغندور في اسوان هو ليه الزمالك ما بيلعبش برجوله قدام النادي الاهلي سؤال الزمالك خسر الموسم ده في مجموع المباراتين قدام النادي الاهلي 7-0 اسوان خسر في اجمال المباراتين 6-1 او 6-0 يعني اسوان عمل نتيجة احسن من نادي الزمالك فبدل يا خالد يا غندور ما تطلع تشتشمت الشماتة اولا ليست من شيم الرجال بل من شيم النساء ومش اي نساء فيه نساء بتبقى بميت راجل يا خالد غندور لكن فيه نساء كده اللي هم نساء الشوارع اللي بيعاضوا على المساطب هم دول اللي بيشمتوا عايز اقول لخالد الغندور بدل ما تطلع تقول لأيمن الرمادي كنت لعب برجولة زي ما لعبته قدام الزمالك طب ما تقول لي لعبتك انت لعبوا برجولة قدام النادي الاهلي ما تقول لي لعبتك لعبوا برجولة في افريقيا ولا ما بتعرفوش تلعبوا رجالة شدي عيسى شدي عيسى عجبني جدا شدي عيسى طبعا انا قلتلكو قبل كده الاعلام الزمالكاوي طول ما هو شغال في قناة الزمالك وحنافية الفلوس شغالة لسانه ملك رئيس نادي الزمالك اكتب وهو يطلع يعبي عبيله واديله فما تستغربش ان خالد الغندور بيقول كده في قناة الزمالك فخالد الزمالكاوي بيتكلم وفقا لمقتديات اكل العيش هو اكل العيش عايزين اكل العيش مر خالد الزمالكاوي بياخد له بتاع 400 ألف جنيه مفيش قناة توفر له 400 ألف جنيه دوله وبعدين هو بيعمل ايه؟ بيطلع بياخد السكريبت بيقولهم وخلاص انا لو جدت واحد مشارح حطته مكان خالد الغندور هيعرف يقول نفس الكلام اللي مكتوب لخالد الغندور خالد الغندور ما بتكلمش من دماغه اصعب حاجة انك تتكلم وتقول وجهة نظرك ورأيك وتقنع به الآخر شادي عيسى قالك العيب مش عندي امام العيب عند اللي باع امام لنادي ميتلند الدنماركي عايز اقول منتهى الحقارة منتهى الحقارة ان درع الدور المصري يبقى بالشكل ده ايه القرف ده؟ ايه الشكل القذر ده؟ جايب لي درع الدور في كيز باله؟ ايه ده؟ هل ده يعقل؟ هل النهاردة دوري درع الدور المصري اقدم بطولة واعرق بطولة في الوطن العربي وفي القارة الافريقية؟ مسكينه في كيز باله؟ هو وصل بكم الحمق للدرجات السفاهة والبلاهة والتفاهة توصل بكم للدرجات الناس من المفترض بتعلم قيمة المنتج بصوا على السعودية بتعمل ايه؟ بصوا على قطر بتعمل ايه؟ تقول لي ما عندهم بطولة هقولك بص على المغرب بتعمل ايه؟ بص يا بيه مش هتخس حاجة لكن درع الدوري من الدهوني في كيز باله؟ اما انتم ولاد مش عايز اقول ولاد زباله صحيح عيب عيب لما اعرق بطولة في الوطن العربي وافريقيا تتحط في كيز باله ولكن هقولكو ايه؟ كل حاجة بتبقى من قيمة صاحبها انت النهاردة لما تروح تحط درع الدوري ده مثلا في علبة شيك صندوق اذا الشيك مش اقولك صندوق دهب صندوق اذا الشيك وتروح تسلمه ماهو ده من امتك لكن طالما انت شايف ان امتك كيز الزبالة فقبل ما نحطك جوه كيز الزبالة ان شاء الله قريب باذن الله حود ابننا طبعا انا حابب اوجه رسالة لمحمود ابننا لما قولك حودة يبقى تعرف ان هو حودة علاء يعني لا اوعى اوعى السنة اللي محمود علاء راح فيها اتحاد اسكندرية تنسيك ابننا ابننا الشرعي محمود علاء محمود علاء قالك تجي نزيت مش كبالة زط وشمال يمين محمى ابراهيم زط وعمر جابر زط وأوباما زط ما تجي نزيت انا كمان يعني جات عليا راح منزل صورة الجماهير الزمالك بصورة ليه وقالك نمبر اول مع قلب كده مش هو ده محمود علاء اللي جماهير الزمالك شتمته في مطش من المطشط وقالت له محمود علاء يا فتاكة يا ابن المرل مش هو ده ولا كان محمود علاء تاني بيتهيالي هو صح؟ مش هو ده محمود علاء اللي لما جماهير الزمالك شتمته في المدرجات وقالت له محمود علاء يا فتاكة يا ابن المرل رح هو ردد عليهم وقال لهم يلا يا أولاد وشاور لهم بصباعه مش هو اللي شاور لهم بصباعه فاكرين فيلم على باب الوزير الواد محروس بتاع الوزير اللهم صباعي صباعي هو ما شاور لهم بصباعه برضو محمود علاء شاور والله وبالدليل يومها المستشار وقفوا المستشار وقفوا يومها فمعليش يا حودة يعني عودا حميدا لابننا محمود علاء لنادي الزمالك عايزة أقول للولد الدلدول الحرامي أسامة حرامي أسامة طالع يتهم إمام عشور إنه عيل ومالوش كلمة وطالع يبكي في فيديو وبيقولك أنا هصوم ثلاثة أيام بسبب الحلفان يلا أنت ناكرة يلا يلا أنت ولا لك أي إيمة يلا ده أنت مجرد حرامي حرامي ويارتك حرامي عدم ده أنت حرامي تلفونات معفن ويارتك عرفت تسرق ده أنتك مساكته وأنت بتسرق إمام عشور اللي فردت جزمته بك وبأهلك طالع تقول وتعيط وتقول إمام عشور مش راجل وإمام عشور أول ما قدرت الأهل هترميه هيرجع تاني لنادي الزمالك ما يرجع عايز يرجع من دلوقتي يرجع لكن بالراحة على نفسك شوية يا ولد بالراحة على نفسك شوية لا يطقلك عرق بالراحة ما هذا؟ عايز أقول إمام عشور أول يوم ليلي للنادي الأهل النهاردة بياخد بطولة صحيح ما أنت النهاردة إمام عشور أصبح بطلا لدرع الدولي ومش انتقل للنادي الأهلي وعلى زمة النادي الأهلي اليوم عندنا ببطولة يا لا يا سمع يا بتاع البليلة حرامي اليوم عندنا ببطولة عايز أقول ريدا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي انتظروه بنسبة تتجاوز 95% تاني صفقات الأهلي الي هيتم الإعلان عنها كابتن محمود الخطيب فك الكيس كابتن محمود الخطيب داخل مركاته من نار ومن هنا لازم أشكر إدارة النادي الأهلي ممثلة في الكابتن محمود الخطيب زي ما بننتقد لازم نمدح ونمدح بالقاوي قاوي 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 الراجل بيجيب لك صفقات محتاجة المدرب شابو شكرا بعد إمام عشور اثنين وسبعة مليون دولار اثنين مليون سبعمائة ألف دولار النهاردة الكلام على ريدا سليم سيصبح لاعبا في النادي الأهلي وريدا سليم متمرت في نادي الجيش الملكي المغربي عشان يضغط على اقدارة الجيش لإتمام انتقاله للنادي الأهلي ريدا سليم وقع فعليا للنادي الأهلي إقرار رغبة عشان يضغط به على إدارة نادي الجيش الملكي المغربي للانضمام لصفوف النادي الأهلي ريدا سليم تاني صفقات النادي الأهلي بعد التوقيع على إقرارات الرغبة للنادي الأهلي بانتظار إنهاء الصفقة بإذن الله خلال ساعات أو أيام قليلة مع نادي الجيش الملكي المغربي خلصت أخبارنا ما خلصتش حكايتنا استنى كل أوراقكم وتعالياتكم أكيد شكرا